اشتركوا في القناة اتهم القوات الروسية بقتل مدنيين في بوتشا بالهجوم الوهمي وفيديو السفارة الروسية في جناف يظهر تلفيق ما جرى في المدينة في خطوة استفزازية جديدة تأتي في خضم توتر متصاعد في باب العمود والضفة اقتحم حخمات متطرفون المسجد الأقصى صباح اليوم وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية وتأتي اقتحامات اليوم استعداداً اقتحام كبير في عيد الفصح اليهودي لأداء التقبص في بحات الأقصى المبارك الذي يصادف في منتصف شهر رمضان ومع الاستعدادات لتنفيذ اقتحامات سلمت استخبارات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة ما يزيد على عشرين فلسطينياً قرارات إبعاد عن الأقصى أو عن البلدة القديمة وفي باب العمود في القدس المحتلة جرح تسعة عشر فلسطينياً من جراء اعتداءات قوات الاحتلال على الموجودين في بحات الأقصى ولاحقت قوات الاحتلال الشبنة في منطقة باب العمود والشوارع المحاذي لها في مدينة القدس وذلك بعد ساعات على جولة قام بها وزير الخارجية ييرلابي لفقة ضباط في المكان وانتشرت قوات الاحتلال ووحدة المستعربين بأعداد كبيرة فشوارع مدينة القدس بالتزام مع وجود مئات المقدسيين في ساحة باب العمود واعتقلت وحدة المستعربين شاباً واعتدت عليه وشهرت السلاحة باتجاه الشبان مهددة بإطلاق الرصاص في حال الاقتراب على وقع توالي العمليات الفلسطينية تكمل عملية السور الواقل التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مخيمات الضفة الغربية ومدونها تكمل عامها العشرين وفي هذا الإطار كشف الإعلام الإسرائيلي عن إعداد خطة حينها لخطف رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات مخدراً وقتل كل من كان في محيطه تقرير منال اسماعيل قبل عشرين عاماً من الآن اجتاح الجيش الإسرائيلي مدن الضفة الغربية ومخيماتها في إطار عملية أطلق عليها اسم السور الواقي اليوم ولمناسبة مرور عشرين عاماً على هذه العملية تعرض القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية سلسلة تقارير توثق الأحداث والقرارات التي سبقت العملية ورافقتها وتلتها الاستعداد لإبعاد رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات عن المقاطعة في رامالله كان من أبرز الخطط التي كشفت عنها السلسلة لقد أعددنا عمليات لإبعاد عرفات عن المقاطعة ووضعه على مروحية وإرساله بعيداً عن أرض إسرائيل وكان يفترض بجنود الجيش الإسرائيلي تنفيذ هذه العملية الأخطر فيما كشف أن إبعاد عرفات عن المقاطعة خطت له ليجري عبر الخطف مخدراً ولو كلف الأمر قتلى كل من في محيطه قبل عشرين عاماً جلس جنود جولاني داخل مقر رئيسة الفلسطينية وخلف الحائط كان يجلس ياسر عرفات الذي كان لكل القيادة الإسرائيلية حساب طويل جداً معه وفي مقدمتهم الراحل أرييل شارون الذي بحث عن كيفية إخراجه من المعادلة ولهذه الغاية وحدتان خاصتان في الجيش الإسرائيلي أعدتا خطة عملانية لكيفية خطف ياسر عرفات قتل كل الأشخاص الذين في محيطه وإرساله مخدراً بعيداً عن المقاطعة وإنزاله مع قربة مياه وطبيب في إحدى الصحارة المحيطة بنا نحن تلقينا هذه المهمة درسناها لنكون مستعدين لإخراج ياسر عرفات وعندما تكون مهمتك إخراج ياسر عرفات إخراجه حياً كيف تفعل ذلك؟ بأن كل ما يجب أن لا يكون حياً لن يعيش الكشف عن كواليس عمليات السور الواقع يأتي هذا العام على وقع ارتفاع وطيرة العمليات الفلسطينية الأخيرة التي أعادت إلى أذهان الإسرائيليين مشاهد قاسية أرادوا نسيانها وذكرتهم بأن العمليات الفلسطينية لم تصبح وراءهم وأنه لم يمر عليها الزمن بالرغم من كل الإجراءات الاستباقية والعمليات العدائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الولايات المتحدة بالمسؤولية عن توقف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي والتأخير والمماطلة وإذ أكد خطيب زادة أن الاتفاق بات قريباً أشار إلى أن إيران لن تصبر إلى الأبد أضاف أن طهران لم تتوانى عن تقديم المقترحات وهي لم تتلقى الرد على المقترح الأخير الذي نقله مفاد الأوروبي أنريكي مورا وعن الحوار مع السعودية قال خطيب زادة أن بلاده مستعدة للسئنافه داعيان الرياض إلى حل القضايا العالقة خطيب زادة قال أن على أمريكا اتخاذ قرارها السياسي فيما يخص حرس الثورة الذي يعيق كل محادثات فيينا وفي تصريح خاص للميادين رداً على سؤال بشأن التسريبات الإسرائيلية بخصوص توصل إيران وأمريكا إلى اتفاق بشأن رفع اسم حرس الثورة من قائمة الإرهاب شدد خطيب زادة على ضرورة رفع واشنطن الأفراد الحقيقيين من قائمة الإرهاب ما بقي بيننا وبين أمريكا لا يمكن حصره في موضوع خاص محدد حيث يجب رفع الأفراد الحقيقيين القانونيين من قائمة الإرهاب لتتمكن إيران من الحصول على كامل امتيازاتها من الاتفاق الذي سينتج عن المحادثات واشنطن تسهل تغطية عدم اتخاذها لقرارها السياسي بتقديم رواية ناقصة عن هذا الموضوع الذي تحول إلى ملف داخلي لا يمكن للبيت الأبيض أن يتخذ قراراً بشأنه لذا يرمي الاتهامات على إيران من الأفضل لواشنطن أن تتخذ قرارها السياسي الذي يعيقه كل محادثات فين استنكر وزير الخارجي الروسي سرغيلافروف الاتهامات التي توجه إلى الجيش الروسي بأنه يقتل مدنيين وخلال لقائه نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث أكد لوفروف أن ما حدث في مدينة بوتشا هو هجوم وهمي وعمل درامي جرى ترتيبه عاقبة خروج القوات الروسية منها هجوم وهمي آخر في مدينة بوتشا في منطقة كييف شن بعد مغادرة العسكريين الروس وفق الاتفاقيات المعلنة عنها لقد جرى تنفيذ عمل درامي بعد أي من قليلة ونشره موثل أوكرانيا ورعاتهم الغربيون عبر جميع القنوات وشبكات التواصل الاجتماعي مع الأسف الشديد أن محاولة تسييس القضايا الإنسانية وحتى تكاهن بها لا تتوقف طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن هذه القضية بالذات لأننا نرى أن هذه الاستفزازات تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين السفارة الروسية في جونيفا نشرت فيديو يدحض الرواية الغربية بشأن أحداث بوتشا الفيديو يتحدث عن تلفيق حصل لتحميل روسيا المسؤولية عن مجزلة قتل المدنيين هناك وبحسب الفيديو لم تجري الإشارة إلى جثث المدنيين سوى بعد أربعة أيام على خروج القوات الروسية من بوتشا في إشارة إلى أن الجثث كانت في حالة لا تحب أنها متروكة منذ أيام في العراء الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون دعا إلى فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا وقال أن ثمت مؤشرات واضحة على أن القوات الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية وعن ارتكاب جرائم حرب ما حدث للتوفي بوتشا يدعو إلى جولة جديدة من العقوبات وإجراءات واضحة جدا ضد روسيا سننسق مع شركائنا الأوروبيين وخاصة ألمانيا وسنتخذ المزيد من الإجراءات الفردية وأنا أؤيد جولة جديدة من العقوبات وخاصة فيما يتعلق بالفحم والبنزين علينا أن نتصرف أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونياتسك أن قوات الجمهورية سيطرت عمليا على الجزء المركزي من مدينة ماريوبل وأشار إلى أن المنطقة الصناعية والميناء لا يزالان خارج سيطرة قوات الدفاع فيما العمليات العسكرية مستمرة وأضاف أن هناك تقدما بين دونياتسك وغورلوفكا مشيرا إلى أن هناك مقاومة شرسة ووظيفا كل منزل بالحصن في اليوم الأربعين لعملياتها العسكرية في أوكرانيا أعلنت روسيا قصفها قواعد أوكرانية وتدميرها مروحيات ومسيرات نتيجة غارات على مطار بالوفني في ضواحي ميكولاييف في الثالث من نيسان أبريل تم تأكيد تدمير ثلاث مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسقطت أسلحة الدفاع الجوي الروسية ستة طائرات من دون طيار في الساعات الأولى من يوم الرابع من نيسان أبريل تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الذخيرة في غارات جوية بالقرب من مدينة لستشانسك يلتقي وفد من جامعة الدول العربية وزير الخارجي الروسي لبحث الأزمة الأوكرانية ويضم الوفد الأمين العام للجامعة ووزراء خارجية كل من الجزائر مصر، الأردن، العراق والسودان بحسب وكالة تاسر روسية الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي كان قد قال أن الجامعة مستعدة لتسهيل الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا لافتان إلى أن هذا هو سبب زيارة الوفد لموسكو بدأت المنظمات الدورية بالأعراب عن مخاوفها من العواقب المحتملة للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في العالم ولسيما أن الكثير من الدول تعتمد على إمدادات روسيا من الحبوب تقرير يارى حسن على خلفية الأحداث الساخنة في أوكرانيا بدأ العالم يشعر بنقص حد في الإمدادات الغذائية ولا سيما أن روسيا وأوكرانيا تستأثران بحصة كبيرة من صادرات الحبوب والبذور الزيتية فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا بات الأمر واضحاً في أوكرانيا لا محصول لهذا الموسم وروسيا مقيدة بالعقوبات والصعوبات اللوجستية تنبؤات تنذر بالخطر وتتوقع صعوبات كبيرة في التوفير المستقر للغذاء لبلدان ومناطق بأكملها من العالم أسعار المواد الغذائية بدأت بالارتفاع منذ سنوات وهذا كان بسبب التغير المناخي ثم وباء الفيروس التاجي وحالياً الأزمة الأوكرانية تؤثر سلباً روسيا تؤكد أن لديها خططاً بديلة لحماية سوقها الداخلية إلا أن الدول المعتمدة بشكل كبير على الإمدادات الروسية والأوكرانية ومنها دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية ستكون بين أكبر المتأثرين يعول الخبراء على تسوية قريبة لأزمة أوكرانيا ما سيوقف تأثيرها الكبيرة على الوضع الغذائي في العالم لا وعودة إيجابية في الأفق فالدول الأكثر فقراً مهددة بالمجاعة ولا سيما في ضوء تركز المساعدات الإنسانية الغربية على أوكرانيا يا رحصان موسكو الميادين على مقربة من أوكرانيا يحافظ قادة يتمتعون بعلاقات جيدة مع موسكو على موقعهم في رأس السلطة بانتخابات عامة تشارك فيها المعارضة الموالية للغرب فوز بفارق أصوات كبير يحسمه غير المعادين لموسكو في صربيا والمجر التقرير ملاك خالد بفارق كبير عن أقرب منافسيه فاز الرئيس السربي أليكساندر فوتشيش في الانتخابات العامة في البلاد فقد حصد مليونين و245 ألف صوت من أصل 3 ملايين و800 ألف ناخم شاركوا في الانتخابات أيما نسبته 61% بينما أقرب منافسيه دراف كوبونوس حاز 17% من الأصوات فوتشيش الفائز بولاية ثانية الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع موسكو شكر ناخبيه وأكد استمرار سعيه لتطوير البلاد والنهوض بها لدينا علاقة جيدة لائقة وسنذل قصار جهدنا للحفاظ عليها لنا شراكات في الكثير من المجالات سنواصل سياسة الحياد العسكرية ولن نكون في أي تحالف عسكرية نعتقد أننا نواجه الكثير من التحديات لكن أهم شيء من نسبتي إلى صربيا هو أن تكون لها علاقات جيدة في المنطقة غير بعيدا عن صربيا في هونغاريا تحديدا فاز حزب فيتس القومي الذي يقوده رئيس الوزراء بكتور أوربان للمرات الرابعة على التوالي في الانتخابات نحن بحالة جيدة نحن نبدو أفضل وأفضل في الواقع ربما لم نبدو في حالة جيدة كما نفعل الليلة أصدقاء العزاء لقد حققنا نصرا كبيرا حزب فيتس فاز بغالبية سلسي البرلمان وفق المعطيات الأولية بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات بحسب لجنة الانتخابات الوطنية وقد أقر زعيم المعارضة المجارية بيتر ماركي بالهزيمة التي عدت استبتاء على اختيار الناخبين بين حزب فيتس المقرب من موسكو وتحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب والموالي للغرب هذه النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أكد أعضاء هيئة الدفاع عن النواب التونسيين الذين جرى استدعائهم للتحقيق على خلفية عقدهم جلسة للبرلمان المنحل أنهم لا يخشون الملاحقات القضائية التي جاءت بقرار من الرئيس قيس سعيد وأنها زادت من عزلة الرئيس التونسي نحن نقول وعننا ثيقة في عدالة قضية وعننا ثيقة في إيماننا بقيامنا وفي محبتنا للبلاد هذه ويحب يعدي على الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجراءة من المنظمة يتفضل وهو عملها يحيل على القضاء يتفضل وهنا ماشيين غدوة يحب يسجن فليكن فقطرنا ماناش باش نتراجع وإذا مشي خوفنا أرانا من خفوش القوى السياسية مطلوب منها وأدعو بأن تتجاوز خلافاتها الماضية لأن مستقبل تونس لا يتعلق على الفترة الماضية الفترة الماضية ذهبت وولت كلنا نريد أن نسير إلى الأمام على طريق الديمقراطية على طريق المؤسسات الدستورية المنتخبة أنا أدعو كل القوى دون استثناء لأن تضع يدها أيديها مع بعضها البعض وأنا شخصيا مستعد للتعاون مع كل القوى دون استثناء أعلن مكتب الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم استمرار رئيس الوزراء عمران خان في أداء مهمات منصبه حتى تعيين رئيس حكومة مؤقت ومن المقرر أن تبط المحكمة العليا اليوم مسألة حل علوي البرلمان الباكستاني يوم أمس الأحد بعد دقائق من رفض رئيس البرلمان اقتراحا لحشب الثقة عن حكومة خان قبل أن يخضع الاقتراح حتى للتصويت في الجمعية الوطنية حيث فقد حزب خان الأغلبية قال مايك بانس نائب الرئيس الأمريكي السابق أن الرئيس الأمريكي الحليد جو بايدن أصبح أسوأ حاكم في تاريخ الولايات المتحدة الحديث بانس لفت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إلى أن بايدن أضر بالولايات المتحدة حيث بلغ التضخم على مستوياته منذ أربعين عاما إضافة إلى أسوأ أزمة على حدود البلاد في التاريخ الأمريكي ووصف بانس الانسحاب من أفغانستان بالكارثي منتقدا سوء التعامل مع فيروس كورونا وارتفاع أسعار المحروقات دعا رئيس سريلانكا المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وفي ظل استمرار التظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس نقل عنه مكتبه دعوته الأحزاب السياسية في البرلمان إلى قبول مناصب وزرية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية يأتي ذلك بعدما قدم جميع الوزراء باستثناء الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء استقالاتهم دعت كوريا الجنوبية جرتها الشمالية إلى العودة إلى طويلة المفاوضات واختيار طريق التعاون للتوتر والتصعيد المتحدث باسم وزارة الوحدة في سيول حثب يونجانج على عدم مفاقمة الوضع في شبه الجزيرة ويأتي الموقف الجنوبي غدا تتحذيرات نارية من شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بأن بلادها سترد بلا رحمة على أي ضربة سباقية تقوم بها سيول كشفت النتائج الأولية للانتخابات في كوستاريكا أن الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في البنك الدولي رودريغو تشافاز في طريقه للفوز برئاسة البلاد وجرت جولة الإعادة أمس الأحد حيث أظهرت النتائج حصول تشافاز على نحو 53% من الأصوات بينما حصل المرشح المنافس ورئيس كوستاريكا السابق خسي ماريا في جريز على 47% تقريبا تشهد الأسواق التجارية في العراق انتعاشة ملحوظة مع بدء شهر رمضان المبارك الزميل محمد الفهد يصحبنا في جولة على سوق شرجة أحد أهم أسواق بغداد التراثية في التقرير التالي استقبال العراقين لشهر رمضان المبارك يبدأ من هنا من سوق الشرجة التراثي وهو واحد من أضخم المراكز التجارية والاقتصادية التي يقصدها المتبضعون من كافة ينحاء البلاد لشراء ما تحتاجه المائدة الرمضانية العراقية الغنية بأكلاتها المتنوعة الأصوات الصاخبة هذه تمثل هوية السوق المزدحمة ولا سيما خلال الشهر الفضيل جاي تشتري اليوم والله أنا جاي أشتري كركم وعسل دا أشتري دا أخذ عمبهم كذلك وكاري دا أخذ اللي نموصيناها منها كذلك رمضان نستعد لي نشتري هالموجود بالسوق ونتبضع اللي نحتاجه أكثر من اللاجم رائحة التوابل التي تستقبلك على بعد أمتار هي وجهة ربات البيوت العراقيات لما تتميز به من نكهات فريدة توابل بهارات يعني تعرف ما للدوم والبهارات الطرشي المقبلات هاي الشغلات في العراقيين ذواقة نحن شعب ذواق فنحب هاي الشغلات وتعرف نحن تراثنا نجمع برمضان عندك الهيل عندك يعني فالشغلات كل شغل وعدنا مميزة عندك الاسكن جبيل ما لاتنا الطرشي هي مناسبة يتعلق بها العراقيون منذ القدم يحيونها على طريقتهم فللسوق نكهة نفسية وللموائد نكهات هكذا يبدأ شهر رمضان المبارك ولا ينتهي بالطقوس الاجتماعية والروحانية المميزة محمد الفهد بغداد الميادين ختام نافذة أبي جون كوديفوار نتوقف فيها مع السكان المحليين في جزيرة إيل بولي نتطلع إليهم ونرصد بعضا من ثقافتهم وأسلوب عيشهم وبساطة حياتهم مع المستضى لجزيرة الإيل بولي وجه آخر بعيدا عن المطاعم والمنتجاعة السياحية وعبر طرق ترابية غير معبدة وفي أعماق الغابة التي تضلل مساحة الجزيرة يعيش السكان المحليون بطرقهم التقليدية حياتنا متألفة مع طبيعة الخلابة حولنا طعامنا هو الأتشيكيه نصنع النار من الحطب الذي نجمعه من الغابة ولسنا بحاجة للغاز إن الذين يأتون من خارج الجزيرة نريهم طريقة عيشنا البسيطة وهم يعجبون بها كثيرا وغالبا ما يعودون لزيارتنا القبائل التي تعيش هنا تؤمن بالوثنية ممنوع على الغريب الدخول قبل تقديم التضحية للألهة والقيام بالمراسم اللازمة هنا لا نلبس الثياب ونبقى عورات الصدور ولا ننتعل الأحذية لأننا سنمثل أمام الآلهة لقد أتينا إلى هنا حيث يرقد أجدادنا وأرواحهم عندنا الأموات ليس أمواتاً وهنا نطلب أرواحهم علي الآن سيطلب أجداده أكثرية من يعيشون هنا يعتمدون على الزراعة ويعملون في صيد الأسماك وهم من قبائل وثنية بطريقتهم التقليدية يعيش السكان المحليون لجزيرة الإلبولي في هذه الجزيرة التي لا تبعد أكثر من تسعة كيلومترات عن أبي جان أهم مدينة اقتصادية في ساحل العاش بيوت من قصب وأعمالهم متعلقة بصيد السمك بأكثرها يعيشون طوال أيام السنة هنا بطريقتهم التقليدية وبعيداً عن كل أشكال الحضارة المدنية علي مرتضى جزيرة إلبولي الميادين قبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين حخمات متطرفون يقتحمون الأقصى والفلسطين والفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال ليلاً في باب العمود طهران تتهم واشنطن بالمسؤولية عن توقف مفاوضات فيينا وتحذر من أنها لن تصبر إلى الأبد نفروف يصف اتهام قوات الروسية بقتل مدنينا في بوتشا بالهجوم الوهمي وفيديو السفارة الروسية في جناف يظهر تلفيق ما جرى في المدينة المزيد من الأخبار والتقارير زروا موقعنا على الانترنت الميادين دوتنات باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية شكراً للمتابعة وإلى اللقاء